تعالوا إلي يا جميع المتعبين والسقيلي الأحمال وأنا أريحكم عزيزي المشاهد هذه الكلمات التي قالها الرب يسوع في الماضي لا يزال يقولها الآن الرب يسوع المسيح هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد الرب يسوع قال هذا العبارة بالأمس يقولها اليوم وسيقولها غدا الرب ينادي ويقول في إنجيل متى أصحاق 11 تعالوا إلي تعالى إلي لو أنت تعبان الرب بيقولك تعالى إلي وأنا أريحك أنت مش تقدر تريح نفسك أنت أعجز من أنك تريح نفسك أحيانا الأحمال بتبقى ساقيلة فالرب هنا بينادي ويقول تعالوا إلي يا جميع يعني إيه يا جميع يعني مهما كان نوع تعبت مهما كان ومهما كان التقل بتاع الحمل اللي أنت شايله الرب أمين الذي وعد في آية بتقول كده هو إيه أمين واحد ألقاب الرب يسوع لقب الأمين فوعد بإيه بإنه يدي راحة يعني زي واحد شايل حمولة كده وياخدها من عليك ترتاح الرب بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والسقيلي الأحمال لشايلين أحمال تقيلة قوي وبعدين الوعد بقى إيه الوعد وأنا أريحكم عزيزي المشاهد لو أنت تعبان ليه تستمر تعبان حط الكلمات دي قدام عينيك ربي بيقول لك أنا أريحك صدق أن الرب يقدر يشيل منك التعب يشيل منك الهم يشيل منك الألق يشيل منك الحمل السقيل يا سقيلي والسقيلي الأحمال الشيطان بيشتغل بيعمل إيه الشيطان بيحط على الناس أحمال سقيلة ومن الأحمال السقيلة اللي بيحطها الشيطان على الناس حمل خطير قوي وتقيل قوي اسمه حمل الزمن الإحساس بالزمن تبقى شايل حمل أنت أحملت في علاج أبوك أنت فكانت النتيجة حصل له كذا أنت استغلت طيبة فلان أنت كذبت في كذبة على أبوك أو على حد قريب منك قوي أنت كنت ألاني في الموقف ده يا إبليس مش بيوقع الناس في الخطيئة بس لا يوقع الناس في الخطيئة بعدين يشيلهم حملت إيل اسمه حمل الإحساس بالزمن وهنا بقى أرى لك آية معبلة عن قد إيه الإحساس بالزمن بيبقى صعب من مزمور 38 يقول كده أسامي قد طمط فوق رأسي كحمل سقيل أسقل أسقل مما أحتمل كحمل سقيل أسقل مما أحتمل يعني شو بقى إحساسه بالخطيئة وبالزمن بيه لما تحس إن بسببك واحدة أذى لما تحس إن بسبب إهمالك حصل كذا وكذا لما تحس إن أنت خنت زوجتك لما تحس إنك إنت استغليت الخدمة لأمور مالية لما تحس إنك إنت مرائي يعني بتبان بصورة في الكنيسة وإنت بتتفرج على حاجات مش نقية تحس إيه إيه إشتان بقى يوقعك في حاجات دي وبعدين يحسسك بالزمن أنت عندك حمل هنا يقولك كحمل سقيل أسقل مما أحتمل شايل الحمل التقيل ده وممكن تبقى عايز تتخلص بالحمل ده وتعمل حاجات كويت ستقول أروح أساعد الفقرة أروح أتبرع بفلوس عشان يخف الحمل ده مش قادر أصلي دي مش الطريقة إيه الطريقة؟ الطريقة أنك تستجيب للرب يسوع أنه بيقولك تعال إلي يا صاحب هذا الحمل السقيل الإحساس بالزمن وأنا أريحك لأني بدمي أطهارك من كل خطيئ دمي على حساب الصليب أمحو كل خطيئك كأنك ما عملتش الخطيئة وبالعكس بدل ما تبقى شايل إحساس بالزمن بتبقى فرحان أن الرب لم يحسب لك اللي أنت عملته خطيئة خلاص شعلوا من حسابك وحطوا على حساب الرب يسوع وهو بيتألم على الصليب تألم حاملا خطيئك عشان ما تحملش الإحساس بالزمن أوعى تستسلم للإحساس بالزمن لما تيجي للرب يسوع الرب يشيل منك هذا الإحساس وعشان كده الرسول بوليس قال كده لا شيء من الدينونة الآن ما فيش دينونة فيش إحساس بالزمن على الذين هم في المسيح يسوع ليه يا بوليس؟ لأن المسيح أراحهم أعطاهم راحة تعالوا إلي يعني المرأة الخاطئة كانت معروفة في البلد إنها مرأة خاطئة شغلتها كده شغلتها في الخطيئة الرب قال لها إيه؟ عيش بالزمن طول عمرك؟ لا إذهبي إيه؟ بسلام يعني الرب شال الحمولة التقيلة اللي كانت شايلها شالها من عليها خلاص أشيلها بدالك وعى الصليب الرب اتحمل العقاب بدل المرأة الخاطئة وبدلي وبدلك وخلاص بقى لما مات الرب كأنه خد الحمولة دي وراحت القبر إنجاز التعبير وقام خلاص ما فيش حمولة تعالوا إلي يا جميع المتعبين والسقيلي الأحمال وأنا أريحكم في واحد تاني يقول الحمل اللي أنا شايله مسئوليات كتير علي مش قادر علي تعالوا إلى رب يريحك هنا بقى رب يريحك إزاي بقى مش يشين من عليك المسئوليات الكتير ممكن يشين شوية وممكن يشينهم كلهم لكن أحد الطرق القرابة في الراحة يديك قوة يقوي عضلاتك فلما واحد يبقى مثلا بيلعب يشيل أسقال في الرياضة دي يشيل الأوزان لما يشيل حمل مالحاجة خفيف الحمل ليه؟ عشان عضلاته قوية لو أنت عندك مسئوليات أم حسة أن تربية الأطفال بتعيدتها حاجة صعبة قوي حمل تقيل تعالي للرب أم الرب يديك طاقة جديدة وقدرة جديدة ويخليك الرب قدر تربي أولادك براحة لازم نصدق الرب لما قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين وأسقي للأحمال وأنا أريحكم واحد ثالث يقول لي أنا الحمل بتاعي الخوف بخاف مش هده ينام من الخوف قاعد أحسب دولا مشوا ورايا في الحتة الفلانية دولا وقفين عن نصية دولا مش عارف يسرقوني فين دولا يوقعوا إيه ولا هيدل رمراطي طيب وانت شاير الحمل ده ليه تعالى إلى الرب يسوع عشان يشيد منك الخوف ويقول لك أنا مسؤول عن حمايتك مدام أنا مسؤول خلاص انت نام ورتاح شخص آخر الحمل التقيل اللي شايره حمل اسمه الهم يقعد يحسب كده ويحسب ويحسب طيب الفلوس مش هتقضي يحسب تاني مش هتقضي ما هموم طيب ده فيه دروس على الأولاد هيجي معاتك اتفحة زي عنده هم رب يقول لك تعالى إلي وأنا أشيل منك الهم لأني هسدد احتياجك وقول كده معايا الرب يقول لك قول كده أو قول ورايا الرب رعية فلا يعوزني شيء آية عظيمة جدا تعالوا تعالوا إلي وأنا وريحكم الرب بيضي راحا من القيود لو تكون مقيد بأي قيد زي الإدمان بيضي راحا من الأمراض الرب عظيم هو هو أمسا واليوم وإلى الأبا زي ما كان بيشفي في الماضي يشفي الآن زي ما كان بيحرر زي ما نرى زي حرر الناس اللي فيها الشياطين من سلطان إبليد يحرر الآن عزيزي المشاهد تعالى معي الآن إلى سفر التسنية أصحاح واحي وتلاتين بنكمل التأمل في الأحداث اللي جرت لموسى في أيامه الأخيرة قبل أن يرحل من هذه الأرض كانت أيام عظيمة شاء الرب استخدمه فيها استخدامات مجيدة وأعلننا إيمانا في حلقات سابقة وقلنا الرب يستخدمنا النهاردة وبقرة وفي آخر أيام لنا على الأرض استخدامات مجيدة وإعلن إيمانك أنك إتنا مش هتبقى في نهاية حياتك على الأرض مصدر أزى للناس ولا حمل على الناس لا أنت تبقى باركة للناس يعني موسى بنشوفه باركة عظيمة للقائد اللي جاي وراه لهو إيه يشوى وبركة للشعب والرب بيستخدمه وفي الحلقات اللي فاتت قلنا أن الرب قال له اكتب يدي له نشيد نشيد يعني زي ترنيمة كده قصيدة يعني تقال بلح والنشيد والنشيد ده تكتبه وانت تكتب نسخة يعني شوع الخريفة بتاعتك تكتب نسخة النسخة وتعلموا للناس وتحفظوا للناس نشيد وشرحنا قبل كده أن النشيد ده مش هدفه زي النشيد الأولاني اللي عملوا موسى لما قاد الشعب في سفر الخلوك أصحاح خمستاشر لما طلع الشعب بقيادة موسى من أرض مصر وفرعون غرق في البحر يقول لك حينها يزررنا موسى هذه التسبيح للرب وقالوا أرنم للرب فأنه قد تعظم الفرس وراكبه الراكب الفرس هو فرعون الفرس للآلة اللي بيستخدمها فرعون يعني الآلات اللي بيستخدمها الشيطان اللي اتنين اختفوا الشيطان والأدوات بتاعته ترحمة في البحر الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي موسى سبح عندنا النشيد الأولاني بنفكر نفسنا نشيد محتاجين باستمرار إن احنا نسبح الرب من آجل إنه انتصر على فرعون الحقيقي اللي هو الشيطان في معاركة الصليم فأنا بسبح الرب لأن الفرس وراكبه ترحمها في البحر الفرس اللي هو الشيطان بالنسبة لضعيف كانه غرقان في البحر والآلات اللي بيستخدمها ضدي صارت بلا قوة كانها برضو غرقت في البحر محتاج إن أنا النشيد ده أما النشيد الأخير اللي موسى رنم به وعلم الشعب يرنم به فهدفه زي ما قلت إنه للتعليم للتوجيه للتحذير نشيد تعليمي وقلنا إنه في مزامير في 13 مزمور هدفهم كده تلاقي عنوانهم قاصيدة وكلمة قاصيدة في اللغة العبرية هي كلمة مسكيل تتنطق كده بالعبري معناها مش مهم النطق بالعبري إنما معناها مزمور للتوجيه للتعليم للتفهيم يفهمك وشوفنا في رسالة كلوسي آية واضحة بتقول إن هدف من أهداف الترانيم إن إحنا نتذكر التعليم نتعلم ونتذكر الحق يعني تحضر كده ترنيمة في الاجتماع الروح اللي بتحضره أو واحد أو واحد بيرنمه تسمعه وتتعلم تتعلم عن الدم تتعلم عن الخفران تتعلم عن الأبدية تتعلم عن عن الاختطاف تتعلم وتفتكر أو تحذيرات من خطية من خلال إيه من خلال ترنيمة يعني الترنيم ممكن تبقى من نوع خروق 15 ممكن تبقى من نوع تسنية 31 و 32 الرابي قال له إيه قال له يا موسى أنت ويا شوع اكتبوا لأنفسكم هذا النشيد يبقى ده نشيد إيه تعليمي تحذيري مش نشيد للتسبيح لتعظيم الراب زي خلوق 15 وعلم الشعب ضعوا في أفواههم يعني يضعوا يعني لازم يحفظوه لكي يكون لي هذا النشيد شاهداً عليهم يعني يحفظوه فلما يحفظوه لما يغلطوا هيلاقوا نفسهم عملوا اللي النشيد ده بيحذر منه يبقى ده حاجة للتحذير مهمة قوي 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 فايدة النشيد ده ايه انه يحذر عشان منه عشف الغلط لأنه مكتوب فيه ان الشعب ممكن يعمل كذا وكذا 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 وان الرب صالح رغم الصلاح طب ده ايه ده بيقولك بيقول كده ليه تحذير عشان انا ما باش من ضمن الناس اللي هتغلط اديك مثل يوضح لك ايه فايدة النشيد ده من العهد الجديد لو رحت معايا لأعمال الرسل نتذكر العزة اللي قالها بوليس الرسول لخدام كنيسة كانت فيها نحضة كنيسة افسوس من الكنيس اللي بدت بنعضة عظيمة كانيسة افس عمل لهم اجتماع جاب القادة في بلد كده جنب افسوس ماليتوس وبعدين قال لهم ايه قال لهم لأني اعلم هذا انه بعد ذهابي بعد ما سيبكم تحذير ها سيدخل فين التحذير ها جاي سيدخل بينكم ذهاب خاطفة لا تشفق على الرعية يعني يجي رعاء يدخلوا بينكم كده مش هيشفقوا عن الرعية هعملون بعنف هينفروهم ومنكم شوف التحذير انا بقى لمسمع دي ومنكم انتم سيقوم رجال يتكلمون بامور ملتوية عشان ينموا الناس حواليهم ليكتذبوا التلاميذ وراءهم يعني يقول كده كلام يخدع يخدع به الناس المسلمة يعني السلماء زي ما بيقول رسالة السلمية على ما اعتقد يعني يتلون بالكلام يعني يقول كلام يعني عارف اللي قدامه ده عايز يسمع كذا فيقول اللي عايز يسمعه لانه عايز الشخص ينجذب اليه ويسيب الاسيس التاني لما بوليس يقول كده معناها خلي بالك عشان ما تبقاش من ضمن الناس دول يبفدني يعني انا لو قاعد مع خدام كنيسة عاملين اجتماع وبوليس وقف كده بنبوة مع النشيد اللي قالوا موسى ده نشيد نبوي بتكلم عن حاجات تحصل للشعب فيما بعد طب هنا بوليس قال عزة نبوية تتكلم عن امور ستحدث فعلا فيه بعد بوليس ما يسيبه ان ايمانكم شوف الجرقة شوف الايمان مش بيقولك النبوة تحتاج ان واحد عنده ايمان ما يخافش واسخ ان ده هيحصل فقالوا ومنكم انتم سيقوم رجال يتكلمون بامور ملتوية ليكتزبوا التلاميذ واراءهم لو انا من الخدام بتعود قافة سمعت بوليس بيقول كده اعمل ايه اقول يا رب بالنعمة احفظني مش اعمل زي بطرس بطرس قال لا يا رب انا مش اعط لو كل الناس انكرتك انا مش انكلا لا انا مش اعمل كده ما لا اعمل ايه انا اقول يا بوليس مدام انت قلت كده بفعلا فينا الناس يحصل منهم كده بس انا هصلي ان الرب يحفظني ده هدف النشيد اللي مش النشيد انه بيقول اني هيحصل كده يبقى نقول كده نقول كده لا مش هيحصل لا لا ايه انت مش عارف نفسك بدل ما تقول لا مش هيحصل تقول كده انا هاعتمد على معونة الرب انا هتكل على نعمة الرب انا هتكل على وعد الرب انه يحفظني من ان اعصر زي ما بتقول لسالة يهوزة القادر ان يحفظكم غير عاسرين يبقى النشيد التحذيري النبوي اللي قالوا موسى وحفظوا للشعب هدفه ايه هدفه ان الشعب يشعر انه ضعيف وانه سهل انه يبعد عن الرب وسهل انه يروح للخطية فيبتدي يتمسك بالرب ويعتمد على الرب في حمايته من انه يبعد عن الرب عزيزي المشاد انت ضعيف زي بطرس كده لما قال انشك فيك الجميع انا لا يمكن انا لا يمكن يحصل ده انا مستعد اموت بدالك قال لكن لما جيه في الجد لا انكر المسيح انا ما اقولش زي بطرس تقول لي اعمل اقولك بكررلك المهم انك تيجي للرب وتقول له يا رب احنا ضعفاء واحنا ممكن نبعد عنك وممكن الخطية تغلبنا لكن انت انت الراعي اللي تحفظنا لو بطرس قال للرب كده قال له يا رب بس انا ائت بتقول ان انا انكرك طب احميني من ان انا انكرك طب يا رب ما تسمعش ان انا انكرك لو بطرس بالتضاع صلى للرب ما كانش انكر المسيح عزيزي المشاهدة النشيد ده ليه هدف الهدف ايه ان الشعب يعتمد على امانة الرب في حمايته والموضوع مش كلام يعني اعتمد على امانة الرب يعني ما اهملش بقى في العلاقة معاه يعني كل يوم اتقعد مع الرب واصلي يعني ما اهملش فيه الكلمة اقرى الكلمة باستمرار لان الرب هيحميني ازاي يحميني بالكلمة ويحميني بقوة الروح اللي هيقيدني بيها وانا بصلي ما اهملش واسيب اجتماع محضروش كزا اسبوع اربعة اجتماع روحي زي ما بيقول الكتاب غير تاركين اجتماعكم ما سيبش الاجتماع ليه لانا كنت تعارف كم انت ضعيف وعايز تعتمد على الرب في حمايتك طب الرب هيحميك ازاي هيحميك بالكلمة اللي بتقراها كلمة خليق قوح هيحميك بالاجتماع الروحي اللي بتحضره هيحميك بالخلوة معاك كل يوم اللي بيديك فيها قوة جواك ترفع تخليه قوي يأيدك بقوة زي ما بيقول بوليس في الانسان الباطن وبعدين يقول الكتاب فكتب موسى هذا النشيط في ذلك اليوم في نهاية الحلقة بس عايز اركز على كلمة في ذلك اليوم ما اجلش يعني الرب عطله النشيط الهمه بي ما قالش مثلا بكتبه بكرة لا الطاعة اللي عايز يطيع الرب لازم يطيع الرب بسرعة ما تأجلش لما الرب يقول لك روح ساعد العيلة دي ما تأجلش لما الرب يقول لك انت عليك دين وجاتلك فلوس تسدد الدين اللي عليك ده بسرعة لان اللي عطاك الدين ده محتاج ما تأجلش لما تحس ان الروح وقدس عايزك تصلي ما تأجلش بقول موسى ما أجلش عمل ايه كتب النشيط في نفس اليوم في ذلك اليوم عزيزي بتعاملات الرب موسيقى بيو بيو بوكس بيو بوكس 433 غرينفرد يو بي 5 ناين بي جي يو كي او ارسلوا لنا بريدا صوتيا او رسالة اسمس على 012